اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فذر التراب البطحاء على رؤوسهم وهو يطلو قوله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَقْشَيْنَاهُمْ فَمْ لَيُصُرُونَ إلا آية إلا قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة ياسين وفقرم النبي توهتم كل بيت كلا معلو كردونا معلو واجعبال نساء ومن اجعبال النبي صلى الله عليه وسلم ترأسهم في في ترأسهم كاشحيو وَبَيْلَا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَيُصُرُونَ فأقضى الله بأبصارهم فلم يشعر به صلى الله عليه وسلم ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بقر ومن خوخه في داره خرجاء حتى لحقاء بقرثور قبل بزوغ الفجري على بعد نحو خمسة اميال في اتجاه اليمن النبي صلى الله عليه وسلم كمسال فقرة وتوم كرورا من انتوم كرورا من انتوم اعبالك عاش حد يبوم وحلف يوم الآيات من دا قرعا ودي بيت ابو بكر قيسا ومن بيتنا ابو بكر من خوخنا ابو بكر منو فقروا وقدماس الفجر بحي الفجر اندي يفقر اللي قار بعد ونزام كاف قار ثو ديبو ماتحو را كان لا باتحو واللي يعني مسافة تجاه اليمن زي حمس ميل قلق بي تجاه اليمن ابو هلا ديما مكالة مطعو مكن الامورو والرغول لدبر اللي بل تجاه الي فقر النبي صلى الله عليه وسلم اتوه ابو بكر وبدير هيني لان لنا ايوم الانساهم اتوه بات لنا ايوم اقل لا اه دليلو من دهبوه اقل اللي عبدالله بن ريقة اللي يبسي ايو 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 ايبا معلو حقو سلس صالة سمعي اللي بكين نتر ايو 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 قل علو ووتومس اقل لا كان اني فقروا ادي ثلاثة ليالي في القار سلس دالي ديباله كان لقلت ما يوتو اقل مي حكمة الليت وولما انتهياء الى القار ثلاثة ليالي في القار ولما انتهياء الى القار دخله ابو بكر اولا حتى اذا كان فيه شيء يصيبه هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسحه ووجد فيه ثقوبا فسدها بالشق ازاره وبقي جحرا او جحران القمه مع رجليه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام في حجره ولدق ابو بكر في رجله ولكنه لم يتحرك لما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجهه صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وسأل فقال لدقت في ذاك ابي وامي فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الالم ادي ديبالي قال لي ديبال لبعت الله ما او النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مثل وابو بكر السلف تاتيو قاله هلا من قبي في دانا يا رسول الله قاله قاله لنسا قال حياة هلا من قبي قاله تنكش بعله واتاو كل ما تقارق العلا قاله على فجوات العلا لن باسوء بباكم لبدا بقو وكريتا مفبك على فجواتكم تمامايا وابا عقابو دبعيو واذي اكرارا والنبي صلى الله عليه وسلم باقوك انكرو العلا وبكر عرقب تمامي قاله نقشته وكمسا نقشا يتحركان احتراما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باقو ساكب على وقال النبي قلق لي ازعج وحياني لانبعو اطرات والنبي صلى الله عليه وسلم كمسر يوميت مقابا كمسر بيليو نقشكو بيلا بابي وامي بيليو النبي صلى الله عليه وسلم اطاف اقلو وقار اقلو والألم من أبو بكر بالله قيسا وكمانا في القار ثلاثة ليالين وسلا سمعيل كمانا وديبا كان شكولا معاو ديبا تماميو ثلاثة لا لاتميو ديبا لا كان إلا وكان عبدالله بن أبي بكر يبيد عندهما عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنه سيدنا وبكر باقو ملاتمي على لها لنما وكان الشابا فطنا ذكيا لابب وانسان انقوق ودقوق وامر وفاهم وسن وامان انسان فكروا بو مكروا بو انسان على لعبدالله باقو ملاتمي على فبادل السبوحتو من دا سبو فيخرجوا من عندهما حتى يصبح في قريش كأنه بات بمكة بدل واحد عمد على وبدل بابل من دا الهير بدل ماتي كمانا فر ديب مكة لما يويق لتمسل ودي بابل لباكم نتما يقيس على وكان يسمعوا مكاعد قريش واخبارهم فكان يأتيهما بها حين يختلطوا الظلام كباد قريش لو عيل على ودي بمكة ودي بحرم والتمناطق كل الاخبار من البلها اللو من في امرها اللو فحاصل كل عند امرها لما دور قبل يا مدريه دور ربل وماتهم وحاصلها لكل الاسلام على وحارمينكم انتلاق وحد بدل العبل ومكة لعيل على وكان عامر بن فهيرة مولى ببكر يرعى الغنم وروا مانا خدمنا يا ابو بكر مانا موالينا يلعى وقالوا بكر لا خدمنا على عامر بن فهيرة اللي بولو اللي عطان اللي تبقس على فكان يأتيهما بها حين تذهب ساعة من الليل فيبيتان في لبنها ثم ينعق بها في غلس ويتبع بها اثر عبدالله بن أبي بكر ليعفى عليه اللي يعني مرة لابب على وسنع على كمان وعطالة تبقس على اللي عامر بن فهيرة خادمنا ابو بكر لعلى عطالة تبقس على وهو كنت متأخر شوية دور قابقه ما طعم بن واي واندح لحليب لحليب ومن حليب الكميو والحليب ستعلو وباوه يعني السبوح بدري خلاص يعني نزر شوية عدواد عند انتو حتى عند يلترئي وورو عند اللي ابن دي يكرر لتبقس بلا تحرك بعلى وابا أثر ناية ابو بكر وعبد الله ابو بكر لجيس وابا قيس على لأسره قلت محين قلت ايه والقدام بقى تأسار قلت اصر نواي الأسر قدام الابا الدكب اصر لنواي اصر لأتير على لأسر قلت مالسح والأسر قلت محين قلت ايه قام علي من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط في ايديهم وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به فضربوه وسحبوه الى الكعبة وحبسوه ساعة ولكن بدون جدوى ثم جاءوا الى بيت ابي بكر وسألوا ابنة واسماء عنه فقالت لا ادري فلطمها الخبيث ابو جهل لطمة طرح منها قرطها ثم ارسل الطلب في كل جهة ثم ارسلوا الطلب في كل جهة وجعلوا مئة ناقة عن كل واحد منهما لمن يأتي بهما حيين او ميتين طيب قلش ايه للا للا باك النبي صلى الله عليه وسلم هاللي انا اندبي لو لبيت كردون وادي معلو النبي صلى الله عليه وسلم كما لبينا فاقرة منهم العيات النقار او جعلنا من بين ايدي وخلفهم فاق شينا وفهم لا يبصرون دبي لا و ادي اتم مدرك مسال طبحة تاك نوم ساك باهم قط وطبحة مدرك مسال قانط من ام رسول الله ون ساك و دب و سحب و مدة ساعة ساعة ساك عبدا لكن حتى كمسريرك باو أدنو منو باهو ميني كمان بيت عباكر دي باو مات او ودي بيت عباكر كمسال سألو منو أسماء ورات سطعن حتوم رضي الله عنها وإلا أبو جهال كافتها باية مرة أسكلا الليها واتقاملنا لدماما واتقاملنا حتى برحملنا قرطها ودابطاوا يريعو كبيرتهم ودابطاوا لابو جهالتو لدابطايا غل أسماء بنتا بي بكر أسكما لدماما دنالها اللوات دقمنا ثم أرسلوا الطلبة في كل تجاهب كل تجاهب طلب الأدام لأكو ومئة ناقة هالليت مئتنأت هالليت غلاء للمطبهم دي بأوروتهم كمئتنأت ها وجعلوا مئتنأت عن كل واحد منهما لمن يأتي بهما حيين أو ميتين حياة من دونتهم للمطبهم أو ميتاو من دونتهم للمطبهم دي بأوروت كاهم مئتنأت بناغلو كلمئتنأت للمطبهم دي بلو منهم تابعلو وكمسال اللي جائزت ان انت وكمسالت على ابن المتحدو اللي أعلنوا قريش وقد وصلوا في الطلب إلى باب الغار بحيث لو تعطى أحدهم رأسه ونذر إلى قدميه لرآهما حتى اشتد حزن أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ذنك أن أبو بكر خلاص مرة حزنا دي بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرآهما وقال ما ذنك يا أبو بكر بإثنين الله ثالثهما لا أتحزن إن الله معنا قلق أيها الأبوني هجيزي قلت بطر قلني كل قوت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خيار الخلق سهلسة يوم رب العالمين ملأت حدو ومن التهاق ومن يبل ويقلتها لحد دل من يبل من إلا وكين أتوم كل قوت منتم وصالثهم الله سبحانه وتعالى حزني لاتحزيهم ربو وقيلهم على ورب حسبهم ورب حفزهم على دي برب الله لتوكل حسبنا الله ونعم البكيل لبل ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا هو رب العظيم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر